اجتمع صعادة السيد عبدالله بن عاد الفخرو وزير الصناعة والتجارة مع صعادة السيد فريديريك جينتا المندوب الوزاري المعني بالتحول الرقمي في إمارة موناكو وذلك بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين وأكد سعادة الوزير خلال الاجتماع أهمية الزيارات المتبادلة والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة والمبادرات الإيجابية بين أقطاب الاقتصاد في كلا البلدين الصديقين لتعزيز عرى التعاون والتنسيق والعمل المشترك ونوها في هذا السياق بالدور المهم الذي تطلع به حكومة مملكة البحرين في دعم القطاع الاستثماري والذي يعد أحد المحركات الرئيسة لتعزيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة إلى مواقع متقدمة على الصعيد العالمي هذا واستعرض سعادته الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين للمستثمرين من كافة أنحاء العالم منوها بحرص المملكة على ترسيخ موقعها المالي والاستثماري وتعزيز التشريعات التي تؤهل البلاد لاستقطاب المزيد من كبريات المشاريع العالمية سواء في القطاع الصناعي أو التجاري اشتركوا في القناة